موسيقى السلام عليكم النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين موسيقى الجامعة اللبنانية تفتح ملف حوض النيل في مؤتمر عن الصراعات المائية في الوطن العربي السوق الروسي تستقبل ليمون الساحل السوري بعدما اعقت الحرب وصوله الى المستهلك المحلي موسيقى اهلا بكم الحروب على الموارد سمة العصر والمياه مورد الحياة الاول على الكرة الارضية بات محل صراعات تتأجج مع تزايد السكان وتثاقم الجفاف امام هذا الواقع تصدف الجامعة اللبنانية مؤتمرا علميا دوليا للبحث عن حلول تبعد شبح الصدامات حسن يوسف حوض النيل نهر السنغال مياه لبنان عنوين لصراعات سابقة وصدامات متوقعة وفي اطار البحث العلمي لحلول ديبلوماسية وقانونية اطلقت الجامعة اللبنانية مؤتمرا علميا تحت عنوان المياه معضلة القرن العشرين حوض النيل تعاون ام صدام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية الدكتور كاميل حبيب اوضح ان اختيار حوض النيل نموذجا يعود الى اهميته بالنسبة الى الامن الغذائي العربي المشروع الصهيوني بالنسبة لحوض النيل هو قديم العهد ومهد له الانجليز منذ عام 1899 عندما سيطروا على السودان وبدأوا بإقابة السدود لأعطاش وبالتالي تجويع الشعب المصري اذا مسألة المياه ليس مرتبطة فقط بالمياه انها مرتبطة ايضا بالامن الغذائي العربي ارتباط عنوان مؤتمر الجامعة اللبنانية بازمة حوض النيل لا يعني حصر النقاش في هذا الملف الصراع على ثروات لبنان والتعديات الاسرائيلية على حقوقه المائية ونفطه والغاز في البحر المتوسط ستحضر في الدراسات العلمية للمشاركين والباحثين الذين سوف يشاركون به قد يدعمون او نستفيد نحن في لبنان من هذه الابحاث لتدعيم الموقف اللبناني في اي مفاوضات مستقبلية او في حالة الصراع مع العدو الصهيوني المؤتمر الذي يوقد في الثامن والعشرين من الشهر الجاري يصدف وفودا من وزارات الري في السودان ومصر اضافة الى خبراء اكاديميين من دول حوض النيل والدول العربية اضافة الى خبراء اوربيين سبق ان عملوا على ملف المياه في الشرق الاوسط الى العراق حيث اكدت الهيئة العامة للضرائب ان عائدة ضرائب وصلت الى 1300 مليار دينار اي ما يعادل مليارا و120 مليون دولار هذه الضرائب لا تسري على كل القطاعات وتقتصر على قطاع النفط وشركات الهاتف النقال وتوقعت الهيئة العامة للضرائب زيادة هذه الوردات نهاية العام الجاري بسبب زيادة اعداد شركات العاملة في العراق يشار الى ان هذه العائدات تدخل مباشرة الى خزينة الدولة تراجع انتاج سوريا من الحمضيات عن مستواه القياسي المحقق العام الماضي وذلك بسبب ارتفاع اكلاف الانتاج في الساحل السوري لكن المنتجين وجدوا حلا يتمثل بالتصدير الى روسيا من محصول حمضيات تجاوز مليون و130 الف طن سجل العام الماضي انخفض الانتاج السوري الى اقل من مليون طن هذا العام لكن عزم الحكومة السورية واتحاد المصدرين السوريين على تصدير اغلب الانتاج الى روسيا انعش امال المزارعين بتحسن اسعارها في ظل اكلاف انتاج مرتفعة روسيا عملت عقوبات على الاتحاد الاوروبي منع تصادرات الزراعية الى روسيا نحن لازم ناخر حيز في دول عمتنافسنا اللي هي مصر اللي هي المغرب تركيا ناقم في عنا حاول نستثمر الميزة النسبية للعمضيات السورية واللعب بالرزنامة والتوقيت اجتماعات عديدة وآليات جار الاتفاق عليها لبدء المرحلة الاولى من التصدير مطلع الشهر المقبل مع بدء جني محصول هذا العام حيث تحتاج سوريا الى تصدير اكثر من 600 الف طن من الانتاج يتوقع ان تستورده روسيا وحدها انا اسمعت بهذا الموضوع هذا والحقيقة نسرينها بهذا الموضوع نتأمل ان شاء الله يكون هذا العمل جدي على مستوى الساحل السوري بشكل عام ونسبة التصدير لا تكون محدودة مثلا لألف طن أو ألفين طن لدينا كمية كبيرة الحمد لله من سمار الحمضيات العام هذا تقريبا تتجاوز مليون طن الوضع الامني فرض قيودا كبيرة على تسويق الانتاج في السوق السورية وصلت تداعياته الى وقف التصدير برا الى دول الجوار وخصوصا العراق اتحاد مصدرين قررين بالفترة القادمة وبدعم الوزارة الاقتصاد وقرار وتوجيه منها انه ندعم تصدير الحمضيات بشكل كامل الى روسيا التصدير الى روسيا سيخفف من الهموم الامنية بعدما تعرضت شاحنات النقل للسرقة والاعتداءات خلال الاعوام الماضية لكون العملية ستتم بحرا عبر ميناء اللاذقية وترطوس ايضا في اطار التعاون الروسي السوري يبحث مسؤولون من البلدين توقيع بروتوكول اقتصادي شامل في الدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي المنعقدة في سوتي ويدرس طرفان تطوير الهيات المناسبة لزيادة حصة منتجة كل دولة لدى الدولة الاخرى وفي هذا السياق كشفت صحيفة كوميرسانت الروسية عن طلب سوري بالحصول على قرض بقيمة مليار دولار غير ان وزارة المال تحفظت على الاقراض بدون ضمانات طلبت شركة روسنفت وهي اكبر شركة لانتاج النفط في روسيا قرضا بقيمة 48 مليار ونصف مليار دولار من صندوق ثروة الوطني لتغطية ديون وتمويل مشروعات جديدة روسنفت التي اغلقت العقوبات امامها مصادر التمويل الغربية وادى تراجع اسعار النفط الى انخفاض مواردها المالية تحتاج الى سداد ديون بقيمة 10 مليارات ونصف مليار دولار هذا العام وديون اخرى قيمتها 15 مليار دولار العام المقبل اكثر من 9 ملايين و700 الف طن من النفط ضختها السعودية في الاسواق في ايلول سبتمبر ارتفاعا من 9 ملايين و600 الف برميل الشهر الماضي برغم انخفاض اسعار النفط عالميا في ظل انخفاض الطلب وكانت طهران قد اتهمت دولا في الشرق الاوسط بالتآمر مع الغرب لخفض اسعار النفط كوسيلة لالحاق المزيد من الضرر باقتصاد طهران منظمة الشفافية الدولية انتقدت الدول المصادرة الكبرى التي خالفت وعودها بمحاربة الفساد في التجارة العالمية وقالت المنظمة في احدث تقاريرها ان اكثر من نصف الدول التي وقعت اتفاقية لمكافحة الرشوة لم تلتزم تنفيذها التقرير كشف ان اليابان وهولندا واليونان وروسيا والبرازيل بين اكثر الدول التي اخلفت وعودها وتساهم هذه الدول بنحو ثلثي استغدرات العالمية وتسعين في المائة من اجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وخلص التقرير الى ان توفير ساحة لاتجارة العالمية تخلو من الفساد ما زال بعيد المنال يعد السودان بلد عبور واستقبال للهجرة غير الشرعية من دول مجاورة او بعيدة نحو القارة الاوروبية هي مهنة الاتجار بالبشر او تجارة الرقيق مهنة تبيع الاحلام لمواطنين افارقة يعملون بقسوة فقط لانهم يبحثون عن لقمة العيش عبدالله ظاهر اهلا بكم الاتجار بالبشر مهنة قديمة راجت على مر العصور ولا تزال منظمات وعصابات واشخاص يعتمدون عليها اعتمادا كاملا لتحقيق ارباح مالية الاتجار بالبشر او ما يعرف بتجارة الرقيق لا يزال مهنة مزدهرة في ايامنا هذه في بعض البلدان الافريقية ولسيما على الحدود التي تجمع دول السودان اثيوبيا واريتريا او ما يسمى بمثلث التهريب السودان يعد ارضا خصبة للاتجار بالمهاجرين وتهريبهم ولعل العوامل التي ساعدته ليكون هدفا للاتجار بالبشر طول ساحل البحر الاحمر على حدوده الشرقية والذي يبلغ نحو 700 كيلو متر حيث يعد مصدرا للهجرات غير الشرعية للمواطنين السودانيين الى اوروبا اسرائيل ودول الخليج الحدود الشرقية للسودان وصولا الى ما يعرف بالقرن الافريقي من اهم الطرق التي يسلكها المهاجرون وعصابات الاتجار بالبشر الى اوروبا ما يمثل تقريبا نحو 70% من الاشخاص اكثر من 20 الف شخص غرقوا اثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط منذ عام 2000 فيما كان العام الماضي الاسوأ على الاطلاق حيث غرق 3000 شخص واللافت ان المفقودين او منتهوا في الصحراء لا ارقام محددة لهم عدد اللاجئين في السودان بلغ نحو 677 الف شخص اما منهم داخل معسكرات فيبلغ عددهم 100 الف فيما يصل الرقم خارجها الى 578 الف لاجئ عصابات الاتجار بالبشر تقوم باستغلال هؤلاء اللاجئين فيتحولون مع الوقت الى مهاجرين غير شرعيين في الكثير من البلدان ما يعرضهم الى القتل او السجن او الضيع لمواجهة هذه المهنة اقر البرلمان السوداني مؤخرا قانونا يقضي بانزال عقوبة الاعدام على السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشرين سنة بمرتاكبي جريمة الاتجار بالبشر بدأت شركتا بوينغ وشركة الصين للطائرات التجارية مشروعا مشتركا لتحويل زيت الطهو المستخدم الى وقود للطائرات ويتيح المشروع اختبار جدوى انتاج وقود حيوي باستخدام مخلفات زيت الطهو الرخيصة والمتوفرة على نطاق واسع وتقدر الشركتان انه يمكن انتاج مليار وثمانمائة مليون لتر من الوقود سنويا في الصين وحدها بالاعتماد على هذه المخلفات تعهدت مجموعة دول ابيك في بيان مشترك صدر بعد اجتماع القمة في بكين اتباع سياسات مالية مرينة ودعم الاقتصاد العالمي وزيادة فرص العمل والتوظيف التجمع يضم دولا من اسيا والمحيط الهادئ يعيش فيها اربعون في المائة من سكان العالم وتبلغ حصة الاقتصادات التي يمثلها اربعة وخمسين في المائة من الاقتصاد العالمي واكد تجمع ابيك ان دول الاعضاء ستعزز الاصلاحات الهيكلية لاطلاق مصادر جديدة للنمو بهذا نأتي الى ختام النشرة للمزيد زر موقعنا الميدين دوت نت شكرا وسلام عليكم اشتركوا في القناة